لو اتكلمت عن جامعة العمومية بتاعت نالزة مالك 2014 كان عدد أعضاء الجامعة العمومية في حدود الخمسين ألف 2017 انتخب مجلس إدارة جديد تنتهي مدته في شهر 11 2021 خلال أربع سنوات دولة أو مدة المجلس يعني المجلسين المتنين الجامعة العمومية بقت مئة ألف بالضبط كده فأنا عايز أقول أنه حركة 60 ألف عضوية جديدة لم تتعامل إلا اللي هي فيه عضويات كان فيه مستثناء وكان فيه عضويات لا لا يعني هي كتير من الأمور المتعلقة كان فيه اعتراض من وزارة الغيادة أو الجهة الإدارية على بعض الأموريات والله إيش شوف أنا أقول لك يعني ده من ضمن الملاحظات الموجودة في تقريب جهاز المركزي محسابات إذا تطرقنا يعني لبعض الأمور برضو من ضمن المخالفات المنسوبة في التقرير فكرة الضريبة القيمة المضافة وأنه الأعضاء اللي اشتركوا من بعد 2016 يعني مفروضة عليهم بقوة قانون الضريبة المضافة أنه يدفعوا ضرائب المبلغ بتاعها 152 مليون جنيه عند زمالك يعني أنا عضو في الزمالك وفي الصيد وفي الشمس وفي القائرة المبلغ كانت أقل من كده لكن عندنا في الزمالك كان ضخمة جدا 152 مليون جنيه ده رقم ضخم جدا يعني مطالب بهم أنه استداءوا من الأعضاء عندنا في الزمالك فهرجع ثاني للأساس أنني عندي ما يقرب من 60-65 ألف عضوية جديدة ما تعرفش غير مجلس الإدارة اللي موجودة اللي هو اللي تم إيقاف اللي هو صدر قرار من وزير الشباب الرئيس ومدير الشباب الرئيس بإيقاف واستبعاد مجلس من الممارس حتى تنتهي النيابة العامة أو تنتهي مدته برضه عشان يبقى منطوخ القرار بالكامل طيب هنا ده غيرت من المفاهيم العملية اللي خلاص أصبح النهار ده عند الأستاذ مرتضى قدر على أنه يخوض الانتخابات البعض بيقولك لا ده هو أصلي متحل النيابة لا لا ما صحيح عشان يبقى الرأي العام على علم أنا بتكلم قانون وليس هنحيازا لشخص أنا هتكلم بصفتي راجل محامي وكي النقاب عام المحاميين برلماني سابق فأنا بتكلم إيه الإحالة للنيابة لا تحول بين الترشح لانتخابات ناد الزمنك إلا لما تثبت بيتم إحالة بقلب الخطوة هنفترض هنمشي في احتمالين حضرت الاحتمال الأول أنه التحقيقات وهي حاليا في النيابة الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي وهو تقرير التفتيش المالي والإداري بتاع وزارة شباب ورياضة وتقرير الجهاز المركزي وحسابات موجود حاليا في مكتب خبراء وزارة العدل في الدور العاشر بيعملوا هناك تقريرهم تبتقول أنوان لا يعني عشان إيه ما يبقى الكلام بدقة يعني موجود عند خبراء كسب غير مشروع تمام؟ بيعدوا تقرير بعد ما بتنتهي الخبراء وزارة العدل بيرجع على النيابة العامة بتحقق إذا كثابت من التقرير هناك مخالفات تبدأ تستدعي مجلس الإدارة بالكامل عشان ما نختزتش مجلس وليسه وتستمع إلى أقوالهم أقوالهم والموظفين هذا الأمر المطول يعني هيستغرق المدة البينية المتبقية لانتخابة دي واحد لكن خلينا أنا أكمل الطرح عشان المستاذ المشاهد يبقى أنا آسف يعني في الإطارة لكن يبقى خلاص تحقيقات انتهت التحقيقات في النيابة هنفترض إما أن ثبت هناك إدانة أو أنه مفيش مخالفات لستستدعي الإحالة للمحاكمة إذا أحيلت للمحاكمة إحنا لسه برضه قدام المحاكمة والمحاكمات في القضاء في القضايا لأموال العامة وأنا راجل محامي جنائي بتاخد وقت فكل دي حتى لو افترضنا وده فرض جدلي مش صحيح يعني أنه مجلس الإدارة راح للمحاكمة برضه من حقه يترشح إمتى بقى لما يصدر حكم نهائي بات ونهائي لأ نهائي مش بات نهائي بات يعني طعن عليه أمام محكمة النقض لكن نهائي حتى بعد الاستقناف كانما يعني نهائي يعني باستقراءات التوقيتات لأ مجلس الإدارة بالكامل الموجود الحالي اللي هو موقوف ومستبعد مفيش حاجة تحول بين ترشحه خلال الفترة اللي جاية إلا إذا إلا وفقا للطريق اللي إحنا يعني قلناه بالتدرج ده فأنا بقول من دلوقتي لا فيه انتخابات وفيه مجلس هو حق له كلهم كلهم لا انت بتتكلم على منطقه منصور انه ما فيش مشكلة في الباقي انت بتتكلم على لا هو التركيز خلي بالك هو اللي صدر كمان ضده قرار الإقافة أربع سنين ده بشكل شخصي بالزبط فبالتالي الناس مركزاه في بعد حصوله كمان على رفع قرار الإقافة طيب حدك متذكر القرار ده صدر قال إيه اللي هو اللجنة الأولمبية اللي هو الأربع سنين يعني ممكن نجيبهولك لا أنا هقول له حضرتك هو صدر وكلف السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومجلس إدارته الدعوة لإجراء انتخابات على مكان منصب رئيس مجلس إدارة نادي باعتباره شاغل في أقرب جامعية عمومية تنعقد لو حقك متذكر الكلام ده مجات الجامعية العمومية محدش دعا من وقت ما جات معاد الجامعية العمومية وما نفس القرار عرفت أن القصة دي إيه هي استهلاك للوقت ليس إيه ذات أثر لأنا أتكلم سياسة هنا بروحية تدي لأنه جات الجامعية العمومية في الصيف ولم ينفذ القرار القرار وهو كان الهدف إنه هو ما يبقاش لا هو كان أنا تقديري إنه كان يعني نوع من المشاحنات وكان رد الفعل لازم يربى بال أيوة سوى لازم في إنه أنا لما أخذ ضدك موقف أو قرار والقرار ما يبقاش معيب وحررتك طبعا تعلم يعني كلمة معيب في القانونية وبالتالي ما أخسرشنا المعركة بقى في الآخر يعني والنتيجة إنه هو حصل على قرار من محكمة القضاء الإداري برفع الإقاف لكن في النهاية برضو في مدة قانونية بيحق فيها لللجنة الأولمبريانية تطعن على القرار لكن